يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة التشادية للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزرية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان والتي عقدت يوم الثالث عشر من يونيو الماضي بالقاهرة وعوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزارة خارجية دول الجوار سوف يبحثون في اجتماعاتهم المختلف في الجوانب الأزمة السودانية وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعيتها الإقليمية والدولية وعضف أن الاجتماع يهدف إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية الأزمة الحالية وتحافظ على وحدة السودان وسلمته الإقليمية ومقدرات شعبه